أمر تاني بقى من وزارة الزراعة وده محصول اسمه الكينوة محصول جديد في مصر يتحمل الجفاف وبديل القمح وده جه في بيان هام من وزارة الزراعة وهو ده المحصول حيث أكد الدكتور عبد المنعم البنة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن محصول الكينوة وهو موجود أمام حضراتكو الجديد يعتبر من المحاصيل الهامة واللي بتقوم عليها أعداد كبيرة من الصناعات الغذائية وأشار الوزير البنة في بيان لهو إلا أن زراعة هذا المحصول تؤدي إلى انخفاض أعداد البطالة لأنه بيساهم في توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب وبالأخص في المناطق الجديدة اللي بيتم فيها استصلاح الأراضي والتجمعات الزراعية الصناعية وإن الكينوة تم زراعتها بالفعل في عدد من المحافظات المصرية وإن منظمة الفاو بتدعمه بقوة وبيحقق إنتاجية عالية من المحصول طيب إحنا عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المحصول الجديد أو الكينوة